في الثامن عشر من يوليو اختتمت الجلسة الكاملة للدورة العشرين للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وفي البيان الختامي الذي أعقب الجلسة تم التأكيد على ضرورة تحديث الصين بهدف أن تصبح مستقلة عن التكنولوجيات الغربية. يعقد الحزب الشيوعي الصيني سبع جلسات مكتملة تقليدياً فلثهم مخصص للقضايا الاقتصادية. ولكن كما لاحظ الخبراء تغير كل شيء مع وصول شيجي بينغ منذ أن تولى زمام الأمور في الحزب. أصبحت هذه الفعاليات تخدم فقط تعزيز السلطة وتعزيز سياسته. في مواجهة الوضع الدولي والمحلي المعقد والمربك والجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي فضلاً عن التوقعات الجديدة للشعب نحتاج إلى إعطاء أهمية أكبر الإصلاحات ومواصلة تعميقها بشكل كامل في اتصال وثيق مع تقدم التحديث الصيني. بكين تقترب أكثر فأكثر من موسكو وفي أوائل يوليو التقى شيجي بينغ مع بوتين في قمة منظمة شانجهاي للتعاون حيث قال الرئيس الكريملين أن العلاقات بين البلدين تمر بأفضل أوقاتها. وفي اليوم الأول أيضاً للافتتاح قمة الناتو في واشنطن في التاسع من يوليو الجاري أجرت بكين مناورات عسكرية مشتركة مع موسكو في جنوبي الصين. وبالإضافة إلى ذلك اعترف حلف الأطلسي بأن الصين تعتبر عاملاً حاسماً يساهم في حرب روسيا ضد أوكرانيا. ويقول الخبراء أنه من خلال السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا والتقارب مع موسكو تعمل الصين على بناء قوتها لمواجهة مستقبلية مع الغرب. تبدل الصين قصارى جهدها لإنشاء أنظمة تسمح لها بتجنب أي دقوط. ونحن نرى ما يحدث على مستوى منظمة شانجهاي للتعاون وبريكس. لأن منظمة شانجهاي للتعاون هي تشكيل تحالف الموارد العسكرية. والآن لديها بلاروسيا كحدود لها. أي أن الصين موجودة بالفعل على الحدود مع أوكرانيا. والصين موجودة بالفعل على الحدود مع الناتو. وحقيقة أن الناتو اعترف بها تاريخيا في إعلانه لجمهورية الصين الشعبية عامل رئيسي في الحرب الروسية في أوكرانيا. هذا تحول جوهري للغاية في النظام الأمني في أوروبا والعالم ككل. جانب آخر من العلاقة المتوترة بين الغرب والصين هو تايوان. في الحد عشر من يوليو أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن الوجود العسكري الصيني المتنامي حول الجزيرة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلين أن منع الاستيلاء على الجزيرة سيكون أحد توجهات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة. لقد أصبحت منظمة المحيطين الهندي والهادي منطقة بالغة الأهمية يعتمد عليها مستقبل العالم. بناء على استراتيجياتنا الحالية سنعمل على تعميق التواصل مع شركاؤنا في المنطقة. وهذا يشمل جهودنا الجماعية لاستخدام النطاق الكامل لقواتنا المشتركة لردع الصيني عن تغيير الوضع الراهن من جانب واحد من خلال الوسائل العسكرية وخاصة فيما يتعلق بتايوان. في العشرين من مارس في مقابلة مع بلومبرغ أعلن رئيس القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادي والهندي جون أكولينو عن تعزيز قياسي للترسانة العسكرية والنووية الصينية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد نمت ميزانية الدفاع في البلاد بنسبة 16% خلال السنوات القليلة الماضية لتصل الآن إلى 226 مليار دولار. ويشير الأدميرال أيضا إلى أن الجيش الصيني تدرب خلال مناوراته على تطويق الجزيرة وحصارها. ووفقا للجنرال فإن مجموعة هذه العوامل تشير إلى أن الصين تستعد لمواجهة مع تايوان في عام 2027. ترجمة نانسي قنقر